ننتقل وشاطر السوداني ومنها نقرأ توصية بإلغاء المصارف المتخصصة واستثناءات محافظ البنك المركزي أوسط ورقة هيكلة الجهاز المصرفي والمالي لإحداث التوازن الاقتصادي بإعادة هيكلة المصارف وإلغاء التخصيص المصرفي المتخصص إلى المصرف الشامل والعمل على تطوير أنظمة العمليات المصرفية بحيث تتضمن آليات جديدة ووسوس عملية أو علمية للتمويل وإدخال كافة الخدمات التي تعمل بها المصارف العالمية وقدمت الورقة في ورشة تضخم وسعر الصرف والميزان التجاري والنظام المصرفي في بنك السودان المركزي أمس أوسط بإعادة صياغة قانون بنك السودان المركزي بهدف الاستقلالية الكاملة مع تقوية أنظمة الضبط والمراجعة والمتابعة لعمليات الصادر والوارد وفرض ولاية بنك السودان على المال العام بالنقد الأجنبي وضرورة إلغاء الاستثناءات التي تمنح أو تمنح لمحافظ البنك المركزي ومنع المركزي من الاستثمار في المصارف والتفرغ لدوره تنظيمي والرقابي وإزالة التضارب كيف تقرأ أهمية هذه التوصية؟ نعم يا توصية طبعا إن عقدت ورشة أوقو المنتدى يعني تداول حول هذا الموضوع حقيقة يعني منذ فترة ظلت كثير جدا من أصوات المختصين والمراقبين يعني ينادون بضرورة إعادة هيكلة الجهاز المصرفي وإصلاح حاله يعني حقيقة هناك مشاكل كبيرة جدا داخل الجهاز المصرفي وكانت تحتاج إلى وقفة ومراجعة وإعادة هيكلة وهذا ما تم تداوله في هذه الورشة أو الندوة وأعتقد أنه يعني جاء متأخرا يعني كان يفترض أن تتم هذه مثل هذه الخطوة مبكرا يعني قبل هذا التاريخ المتأخر ولكن على كل حال يبقى الجهاز المصرفي له يلعب دور كبير وحاسم جدا في مسألة التنمية عموما ومسألة الأداء الاقتصادي الكل في البلد ولهذا أعتقد أنه هذه ورشة مهمة وهذه يعني توصيات ومقترحات مهمة جدا طيب أتعتقد أن كان من الأفضل إلغاء المصارف المتخصصة بالكامل نعم يعني أعتقد أنه المصارف المتخصصة هي تعمل في إطار ضيق جدا يعني مثلا لو تحدثنا عن بنك المزارع هو يختص بهذا الجانب فقط ولكن إلغاء مثل هذه المصارف المتخصصة يستوجب أن تكون كل المصارف شاملة ليس فقط أن يتحول نفسه بنك المزارع أو غيره من البنوك المتخصصة إلى بنك شامل يعني 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 يوسع من فرص التمويل للمزارعين وغيرهم لا أن يتخصص فقط في مجال محدد فأعتقد أنه يفترض أن يستصحب إلغاء المصارف المتخصصة أن تكون الصيغة البديلة هي أن تكون كل المصارف حتى المتخصصة التي كانت تتخصص في مجال معين أن تكون مصارف شاملة وبذلك تتوسع فرص المزارعين مثلا على سبيل المثال في أن يحصلوا على التمويل من أي ما بنك وغير بنك وحيد ومحدد القطاع المصرفي من أكثر القطاعات التي شهدت تجاوزات في النظام السابق بحسب وصف الكثيرين ولعل أبرز قضية نظرتها المحاكم قضية شركات الأدوية الوهمية ما هو المطلوب لإصلاح هذا القطاع المهم باعتقادك نعم صحيح ما هو هذا الذي تم تداوله في هذه الندوة التي خرجت بالتوصيات التي طلعت قبل قليل الفساد كبير جدا داخل الجهاز المطرفي يحتاج إلى إحكام الرقابة أغلب العامة الناس ليست لهم علاقة بهذه البنوك هذه البنوك تسيطر عليها مافيا قليلة جدا وطفيليين يستثمرون في الأراضي يتاجرون في الأراضي يجدون التمويلات في العقارات وهكذا وخاصة قضية الأدوية المعروفة هناك تواطئ واضح جدا من داخل هذه البنوك مع هؤلاء المتلاعبين بخدمة حيوية وأساسية كبيرة جدا مثل الدواء فبالفعل يحتاج إلى الفساد المتفشي داخل الجهاز المطرفي يحتاج فعلا إلى تصفية كبيرة جدا وإحكام الضوابط التي تمنع مثل ممارسة هذا النشاط الهدام مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر